استضاف ودي الفروسية التابع لوزارة الداخلية منافسات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة وكأس مصر كما استضاف بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد نهاء كأس مصر لموسم 2022-2023 بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية انطلقت على ملاعب وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية منافسات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة كأس مصر وكذا بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد نهاء كأس مصر لموسم 2022-2023 بتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية على مدار يومين استمرت فعاليات كل بطولة ليلا تحت الأضواء الكاشفة حيث استعرض الفرسان مهاراتهم في التقاط الأوتاد في ضوء تمتع الوادي بأفضل التجهيزات التي تمكن الفرسان من إظهار قدراتهم ومهاراتهم على ملاعب ذات مقاييس عالمية فاضلا عن التجهيزات اللوجستية اللازمة لضمان نجاح البطولة وأستبلات مجهزة لإواء الخيول المشاركة تتوفر فيها خدمات بيطارية متميزة ما يساعد على إراحة الخيول المكان ده يعتبر أول مكان أو أول نادي في مصر يبقى فيه كافة الخدمات دي كلها المكان مش بيعمل على أرض الأراضي تاعت الفروسية أو الاهتمام بالخيل بس بل إنه هو كمان فيه فنادق متحن الفرساني وقيمه فيها بيعمل على راحة الفرساني والخيل وزارة الدخلية ما أديها أحسن أداء من حس الأراضي والتجهيزات ومن حس برضه الإسعافات إن الإسعافات دائما جاهزة وفيه دكتور دائما واقف معنا في الأرض في آخر الأرض جودة الأرض إحنا الحمد لله ده المكان ده من أحسن من أحسن الأماكن اللي في مصر وبالعكس إنه هو يعني هو مش في مصر بس ده على مستوى العالم كمان إنه هو مجهز على الأعلى مستوى الأراضي مجهزة على الأعلى مستوى وبتدي الفرسة للفرسان إنهم يقدوا أحسن ما عندهم ويأتي استضافة الوادي لهاتين البطولتين استمرراً لنجاحات التي حققها في استضافة بطولات سابقة منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطويره ورفع كفاءته ليصبح مستعداً لاستضافة بطولات الفرسية محلياً ودولياً وإسهاماً منها في الارتقاء بهذه الرياضة ما كان طبعاً مجهز على أعلى مستوى إنه هو يستقبل كل النوادي إنها تبقى موجودة هنا في النازي الأراضي المجهزة، الاستبلات على أعلى مستوى الأراضي نفسها، الأراضي التسخين، أراضي المباراة وطبعاً ده كان واضح جداً لما استقبلنا تصفيات كاف العالم في شهر واحد خدمات نفسها المكان كله بيكون على أعلى مستوى تماماً وكل الناس بتحاول تساعد بأعلى قادر ممكن إنها تساعد بيه بحيث إن البطولة نفسها تبقى خارجة بشكل اللقاء ضدنا يوفر وادي الفروسية الأجواء الملائمة لنجاح أية بطولة فروسية تقام على ملعبه إضافة إلى موقعه المتميز على بحيرة عين الحياة بمنطقة عين الصيرة بالفستاطة وهو ما يجمع بين الاستمتاع بأجواء البطولة وبالموقع المتميز للوادي اشتركوا في القناة